موسيقى يحتفل العالم 2 فبرار من كل عام بالأراضي الرطبة والأراضي الرطبة المهمة وهي زيادة الوعي والأهمية الكبرى للجنوب المتعددة بحيوية الإنسان بل بالكوكب نفس الوقت تزامن مع ذكر اتفاقية الرامسار في المدينة الإيرانية سنة عام 1971 هي عبارة عن وضع القوانين والأنظمة من أجل الحفاظ على الأراضي الرطبة المهمة لذلك دخل العراق إلى هذا الاتفاقية المهمة في سنة عام 2007 اللي هو إدراج هور الأحويزك يعتبر هذه المواقع مهمة جداً لحياة الإنسان في المنطقة بالتالي عندما تراجح هذه المساحات الشاسعة من المياه بالتالي ستسبب المشاك العديدة منها الهجرة المربي جاموس وصياد الأسماك وغيرها بل كذلك تراجع عدل الأسماك وتراجع نوعية الطيور لأنها تعتبر مهمة كذلك لها دور حيوي على صعيد التاريخي بل ليس فقط التاريخي بل الثقافي الاقتصادي التعليمي لأنها تقدم جدوى مهمة للحياة الإنسانية موسيقى مثل ما تقول أي اتفاقيات ضمن الأهوار أي اتفاقيات ما أفادتنا ولا نفعتنا الاتفاقيات يعني يجون مثل قلت لك الماء زايد لا الماء قاعد يجف وقاعد ينقص والعالم قاعد كلها تجاهر يعني مثل ما تقول كلها قاعد بسبب الجفاف قاعد يعني تروح تهاجر للولايات مثل ما تقول للولايات يتهاجر فلنريد احنا نريد الماء نريد الماء جفاف الله وكيلك بالفين بالالفين وتساط عشر عاما بالفين وعشرين كان عدنا ماء بالهلسة الفين وارب وعشرين صحراء تمشي انت تروح كلها صحراء يعني التراث هذا التراث عالمي احنا الاهوار كلها نقرض بسبب الجفاف موسيقى 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 موسيقى